فجعت النائب البرلماني والأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراك الموحدة نبيل منيب بوفاة حماتها صباح اليوم الخميس سادس عشر نوانبر الجاري وكتبت نبيل منيب على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حماتي السيدة الفاضلة شام بن جلون في دمة الله إن لله وإن إليه راجعون وكشفت تقارير إعلامية أن والدة زوج نبيل منيب شام بن جلون فارقت الحياة هذا اليوم بعدما عانت وصارعت بشكل مرير المرضى الذي كانت تعاني منه ناحات الفنان المغربية فاطمة حركات زميلها بالوسط الفني الراحل عبد الرحمن بن راضي المعروف في الوسط الفني بعسيلة الذي وافته المنية اليوم الأربعاء خامس عشر نوانبر الجاري بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء ونشرت فاطمة حركات صورة الراحل عسيلة عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام وأرفقتها بتعليق جاء فيه البقاء لله إن لله وإن إليه راجعون اللهم تغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك وارزق أهله وذويه الصبر والسلوان وغادر عبد الرحمن بن راضي إلى دار البقاء بعد معاناة طويلة مع المرض حيث كان يخضع للعلاج بقسم العناية المركزة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء نعى المخرج والممثل إدريس الروخ الفنان الراحل عبد الرحمن بن راضي الشهير في الوسط الفني بعسيلة عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام ونشر إدريس الروخ صورة الراحل وأرفقها بتدوينة جاء فيها رحم الله الفنان عبد الرحمن بن راضي إن لله وإن إليه راجعون نعى الفنان المغربي يوسف الجندي الفنان الراحل عبد الرحمن بن راضي الشهير في الوسط الفني بعسيلة عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونشر يوسف الجندي صورة الراحل وأرفقها بتدوينة تقول إن لله وإن إليه راجعون رحم الله الفنان الأستاذ عبد الرحمن بن راضي نعى الكوميد المغربي أسامة تونسي نجل الفنان الراحل عبد الرحيم التونسي الشهير بعبد الرعوف على صفحته الفيسبوكية الفنان الراحل عبد الرحمن بن راضي مقدماً التعازي لأسرتها ونشر أسامة صورة الراحل وأرفقها بتدوينة جاء فيها إن لله وإن إليه راجعون تغمض الله تعالى عبد الرحمن بن راضي في واسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وأنهمكم جميل الصبر والسلوان عزاؤنا واحد لأسرته والأسرة الفنية نعى الفنان محمد الحسيني الفنان الراحل عبد الرحمن بن راضي عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونشر محمد الحسيني صورة الراحل وأرفقها بتدوينة جاء فيها الوداع الصديق الفنان الوديع المبدع الأستاذ عبد الرحمن بن راضي الله يرحمك ويحسن إليك ويجعل متواك الجنة إن لله وإن إليه راجعون وأضاف الحسيني تعازل حارة لعائلته وأصدقائه ومحبيه وللأسرة الفنية المغربية كان من أقدم المسرحيين الذين تعرفت عليهم ونحن أطفال منذ فترة نادي الشبيب الاستقلالية بحي الحبوس بجانب المسجد المحمدي مطلع الستينيات وختم محمد الحسيني شارك المرحوم في شتى المصنفات الفنية من مسرح وإذاعة وتلفزيون وأفلام كما شارك بصوته في المسلسلات التركية المدبلجة بالدارجة المغربية نعات نقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون الفنان الراحل عبد الرحمن بالراضي بكلمات مؤترة وشاركت النقابة من خلال صفحتها الفيسبوكية صورة الراحل الشهير بعسيلة وأرفقتها بتدوينة مطولة قالت فيها غادر الفنان الأصيل عبد الرحمن بالراضي الحياة وهو طريح الفراش دون التفاتة إنسانية لرجل أعضى المسرحة والدراما اشتغل مع العديد من التجارب الفنية الكبيرة في المغرب في حين لم يتقادى شيئا طوال حياته رحل ولسان حاله يقول تركت لكم المجال الفن المجهول المستقبل الله يعلم أن قلوبنا تعتصر آلامان وجرحان وأنت طريح المستشفى اليوم تغادر المستشفى والحياة وليس في يديك لا دعم معنوي ولا مادي قالها المرحوم في إحدى عنوين مسرحياته أنا واحد منكم لكن يبدو أنه ليس منا وأننا لم نقوم بما يلزم وتركنا الأمر وأضافت النقابة إنها بكل بساطة تقافة الجحود ونكران الجميل لكل إنسان صنع جميلا في هذا الوطن ما هكذا تسوق صورة الفنان وهي رسالة مفتوحة للذين يريدون أن يجعلوا من الفنانين رأس مال يحجبون به هذا الواقع المرير الذي تعيشه الأسرى الفنية بين الفينة والأخرى وأسفاه وأضافت النقابة رسالة للسيد وزير التقافة القطاع الوصي وللسيد رئيس الحكومة الذين لا يعرفون متقفين وفنانين ومبدعين لا راد لقضاء الله وقدره رحم الله الفنان الأصيل عبد الرحمن بن رادي في جنات الخلد باسم المكتب التنفيذ الوطني لنقابة المسرحيين المغاربة وشغيلة السينما والتلفزيون وكافة الفروع الجهوية والإقليمية نقدم تعازين القلبية الخالصة للأسرى وأصدقائه ومعارفها إن لله وإن إليه راجعون الرحمة والمغفرة توفي صباح يومه الأربعاء خامس عشر نوانبر الجاري الممثل مغرب القدير عبد الرحمن بن رادي المعروف في الوسط الفني بعسيلة وذلك بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء وغادر عبد الرحمن بن رادي إلى دار البقاء بعد معاناة طويلة مع المرض في وضع اجتماع صعب قيد حياته بالإضافة إلى التهميش وكان الفنان الكوميدي بن رادي يخدع للعلاج بقسم العناية المركزة بإحدى المصحات الخاصة بمدينة الدار البيضاء إترى إصابته بوعكة صحية وللإشارة فإن الفنان السيلة كان له الفضل في اكتشاف العديد من الفنانين الكوميديين المشهورين في المغرب